أكد صاحب الصمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تواصل التقدم بعزيمة أبناء الوطن في كافة القطاعات وأشار اسموه إلى أهمية مضاعفة الجهود لتنمية القطاعات الداعمة لمسارة التنمية الاقتصادية ومواصلة دعمها بالبنى التحتية والمشاريع الحيوية بما يسهم في زيادة وطيرة النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية مملكة البحرين على مختلف الأصعدة وقال اسموه إنما نمتلكه اليوم من استراتيجيات وخطط وبرامج وطنية شاملة تحقق متطلبات التنمية وتسهم بالدفع في وطيرة الإنجاز بكافاءة ومهنية جوشفافية وذلك من خلال مواصلة المبادرة والتميز كركيزتان أساسيتان لتطوير البيئة التنافسية وخلق الفرص النوعية وتبني التقنيات الحديثة منوها سموه بما تحقق من إنجازات على صعيد تحديث البنى التحتية وتطوير التشريعات المواكبة للتنمية والمشاريع الكبرى والتي يجب أن نبني عليها نجاحات المستقبل جاء ذلك لدى تفضلي سموه حفظه الله اليوم بزيارة مركز إدارة الحركة الجوية التابع لوزرة المواصلات والاتصالات بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين حيث كان في استقبال سموه حفظه الله لدى وصوله سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات والذي قام بإطلاع سموه على ما تم إنجازه من تطوير وتحديث على أنظمة الملاحة الجوية لضمان تقديم أعلى مستويات السلامة والجودة والكفاءة تماشيا مع خطط التطوير الشاملة لقطاع الطيران المدني ولوها سموه بما تبدله الكوادر الوطنية في قطاع الطيران من جهود مستمرة تعكس حرصهم على العمل بروح الفريق الواحد من أجل نماء الوطن ورفعته لافتا إلى ما يمثله مركز إدارة الحركة الجوية من صرح هام يدعم الحركة الجوية والقطاع اللوجستي ويصب دوره في مسار تحقيق الأهداف المنشودة وفق خطة التعافي الاقتصادي ورؤية البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين من جانبه أكد سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات عبر عن جزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله على ما يبديه سموه من حرص على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي تعزز مكانة مملكة البحرين على كافة الصعود بما يسهم في رفض مسارات التنمية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا مؤكدا أن زيارة سموه تعكس الدور الذي توليه الحكومة في تقديم الدعم اللازم لتنفيذ المشاريع الحيوية وتطوير البنية التحتية لخدمات الطيران بمملكة البحرين وتعزيز السلامة ورفع كفاءتها لضمان توفير خدمات الملاحة الجوية بأعلى مستويات السلامة والجودة وفقا لمعايير ومتطلبات منظمة الطيران المدني وما يعزز مكانة وسمعة المملكة في مجال الملاحة الجوية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر